أما فيه ما يخص أخبار نادي الأهل فأحكي لكم حكاية مهمة أحمد عبدالآدر زي ما حالكم متابعين فترات الماضية مرسل كولا كان طلعه من حساباته لعدم التزام اللعب بتعليمات فنية لاعتراض اللعب في بعض المواقف فمرسل كولا كان طلعه من حساباته بدأ النادي الأهل يفكر أنه يدخل أحمد عبدالآدر في صفقات تبدلية على سبيل إعارة أو يطلعوا إعارة من غير صفقات تبدلية ولكن اللاعب كان رافض هذا الأمر وكان طالب لو الأهل مش عايزه يسيبه أو يعني يفسق العقد بالتراضي فنادي الأهل طبعا رافض هذا الأمر فاللاعب لو أحمد عبدالآدر زي ما بيقوله كده خد خطوتين لورا إزاي؟ طلب أنه يجتمع مع مرسل كولا دي المدير الفني للفريق وبالفعل قعد أحمد عبدالآدر مع مرسل كولا وقال له أحمد عبدالآدر بيقول لي مرسل كولا أنت عندك مشكلة معايا فكلا نرد مرسل كولا على أحمد عبدالآدر أنا ما عنديش مشكلة شخصية معاك أنا كل مشكلتي معاك لأ علاقة بيقى التعليمات الفنية التعليمات الفنية وكيفية تنفذها في أرض الملعب لو هتنفذ فأهلا وسهلا بيك لو مش هتنفذ هتفضل مستبعد عن الفريق وبالتالي أحمد عبدالآدر رد على كولا وقال له لأ أنا الفترة اللي جاية هبقى ملتزم جدا وعايزك تديني فرصة جديدة مع الفريق فسلم أحمد عبدالآدر أنه باقي مع النادي الأهلي ومرسل كولا من جانب آخر مش عايز يرمي طوبة أحمد عبدالآدر خالص وناوي يدي له فرصة جديدة الفترة اللي جاية فأحمد عبدالآدر أصبح لعبا مستمرا مع النادي الأهلي الفترة اللي جاية بعد تصفية الأجواء بينه وبين مرسل كولا الموديل الفني لألفن دي حكاية تخص النادي الأهلي